وعلى ذكر وصاية العسكر خلنا نوري لكم شيء مش تعرفوا أن كي نقولوا أنهم مرعوبين مرعوبين رعب من القوى الخارجية وأنهم مستعدين باش يقدموا لها كل ما تريدوا وما تطلبوا فهذا ليس ليس تحت أي ظرف شوف هاي باخرة عسكرية بارجة عسكرية أمريكية وين هذه؟ هذه في الميناء المقابل لساحة بورسايل لساحة شهدات قريبة ليس بعيد عنها هذه البارجة الأمريكية طبعا الأمريكان ما نزلوش حتى العالم العالم الأمريكي راه يبان ولو من بعيد لكن هاه يبان على البارجة البارجة الحربية هذه يعني في قلب العاصمة مش حتى قال في ميناء شوية بعيد واش جي تدير هذه البارجة؟ في الغالب جي تدير تتزود بالطاقة تتزود بالبيترول وطبعا يشتروا الأشياء يشتروا المواد يشتروا يقلبوها رقص يشطيح إلى آخره ويمروا من الجزائر البواخر الأمريكية البوارج الأمريكية أو الروسية أو الصينية أو البريطانية أو الألمانية وش تدير في ميناء الجزائر؟ وش تدير؟ وش تدير؟ ماذا تفعل هناك؟ ها هو الدليل انتع العمالة للقوى الخارجية لأن هذا البوارج وش تدير؟ هذه بوارجة استعمارية هذه بوارجة استعمارية بمعنى أن الجزائر وهي اللقاسات من الاستعمار 132 سنة من الاحتلال من الاستدمار على قول ملك بالنبي تصبح تساهم بسهولة جي البارجة الروسية تعمر لها وتروح تقصف في سوريا جي البارجة الأمريكية تعمر لها وتروح تقصف في العراق أو في سوريا وهكذا الطائرات الفرنسية والأمريكية يمروا علينا ونزدوا ونزودوهم كما قال العمامرة اللي كان وزير خارجية المحنط قال ساعدناهم بكل شيء والناس تستطيع أن تعود الفرنس 24 في جوان أو جويل لما زار هولند زار المحنط يومها وقالها بالعربي وبالفرنسي يعني أصبحت الجزائر ولذلك أنا أحيانا تسائل بعض إخواننا اللي هم مجاهدين اللي رغم زالوا ساكتين طبعا الناس الكبار ما أحكيش عليهم اللي حكي لا يعقل أن يكون فقط الأخضر بورقعة أو بعض المجاهدين يعني اللي ربما يتكملهم أحيانا لا يعقل يعني ما زال بالعكس وزارة المجاهدين رغم زانيتها أكثر من 14 وزارة مجتمعة وزارة المجاهدين واحدة من أكبر الوزارات اللي تاكل ميزانية البلاد لا يعقل أن يكون عندنا مجاهدين يأخذوا بمئات الآلاف ما زال لحد الآن وهذا أمر مش معقول بالبنواسبة يعني أمر مجنون هذا لأن اللي كان عمره 20 سنة عند الاستقلال الآن نرى عمره 77 سنة لا يعقل أن الجزائر ما زال فيها مئات الآلاف معنا كل الناس مجاهدين إذن هؤلاء مئات الآلاف لا تجد لا منظمة تابعة لهم ولا مجموعة ولا أشخاص ما نحكيش عن الناس اللي كبروا وخلاص نحكي عن الناس اللي ما زالوا قادرين شدين أرواح باش يندوا بهذا المواقف انتع تحويل الموانئ انتعنا والأجواء انتعنا للعصابات نوريها لكم بالفيديو يعني لمن أراد أن يشاهد يعني رايب الفيديو وعلى ذكر القوى الخارجية كان هناك وفد روسي تتذكروا وكنت تكلمت عليه في اللايب مطولا يوم ذهب الجنرال محمد بشار لخلف الجنرال زراد وذهب إلى الولايات المتحدة بش يوقع وكنا وضعنا حتى تفاصيل على ما كانوا يوقعوا الأمريكان ما قبلوا لهمش كان لازم يقدمونهم تنازلات قبل الانتخابات المزيفة قبل في نفس التوقيت تقريبا كان وفد روسي من خبرات طيران والتفاوض كان يدخل عبر وهران بشكل سري مروا عبر وهران بش يتفاوضوا أو بش يبيعونا الخردة منتع الطائرات الروسية هل نحتاج لسلاح؟ نعم نحتاج لسلاح لكن الدولة التي لا تصنع سلاحها كيف تنتصر؟ كل هذه الطائرات اللي أنا نشروها كل هليكوبتر الغواصات يكفي أن صاحب صانحها يوقف لك بقفل تتوقف قفلة بوتان وقف هات وقف ما فيش عبر التاريخ ما فيش دول انتصرت في الحروب وهي لا تصنع سلاح وهي لا تصنع سلاح طيب ممكن ما يكفيكش؟ ممكن ممكن ما يكفيكش؟ ممكن ممكن تشري حاجة ما عندكش؟ ممكن بالصحي يولي تقريبا كل سلاحك تشتريه من الخارج وتقول أنا عندي جيش قوي وجيش؟ هذا كلام هذا كلام لا يصدقه العمقلاء بل لا يصدقه الأطفال يجب أن تصنع سلاحك كما يجب أن تنتج قمحك ولباسك ودوائك وحليبك وحليبك باش تقول لراني مستقل إلى أن تج سبعين في المئة ثمانين في المئة وخصاتك عشرين ولا ثلاثين في المئة معقول لكن أن تشتري تقريبا كل شي بما فيها السلاح وأحيانا بما فيها السلاح الخفيف حتى طائرات الدرونز جابونا حاجات مدرحة من عند شناوى عن طريق الإماراتيين وحتى الكلاش لازم نمره عبر الإماراتيين باش نديروه في خنشلة لصناعة الكلاش وأكثره ويخرج معوج وبلاستيك هذا عبث 57 سنة من الاستقلال يعني كنت نتناقش مع واحد الصديق قال لي أنه واحد مرة سأله وقال له وش رايك في أردوغان قال له أردوغان بالنسبة للأتراك ممتاز رئيس ممتاز لكن يبقى بالنسبة للأتراك أنا وش همني همني الجزائر في نهاية المطاف لماذا أردوغان لأنه خرج تركيا من حالة تخلف وخضوع إلى أنها تصنع الغواصات وتصنع المدافع تصنع الطائرات تشارك في صناعة الغواصات ودرونز كنت نشوف في تقرير عالمي هي رابع أهم دولة في العالم في صناعة الدرونز رابع أهم دولة في العالم في صناعة الدرونز هذا فيه حكم مدني في ظرف 15 سنة أو 17 سنة تقريبا من 2003 يعني بوتفليقة جاء قبل أردوغان شوف وين وصل أردوغان تركيا وشوف وين وصل بوتفليقة للجزائر نحن كنقول هذا بطبيعة الحال في نهاية المطاف أردوغان مليح للبلاد يعني نحن نريد الجزائر نحن اللي تهمنا هي الجزائر والأقربون أولى من المعروف وعلى ذكر التدخل الخارجي فأهم شيء الآن اللي رهها جاف لإعلام انتاحهم إعلام بأس قال لك أن الجزائر هي لحقة وقف اطلاق النار ما بين حكومة السراج وجنيرال العمالة الجنيرال حفتر كل العالم أجمع يقول أن الذي حقق هذا هما الأتراك والروس يروح أي وكالة أنباء أي جريدة أي تلفزيون يقول لك أن وقف اطلاق النار برعاية تركية روسية الأتراك والروس تفهموا فاللي يدعموا فيهم الأتراك يعني حكومة السراج واللي يدعموا فيهم الروس عن طريق فاغنر عن طريق هذه الميليشيات المسلحة اللي بوتين ما يعترفش بأنها روسية ولكن اللي يرأسها هو طباخه طباخه الخاص هو اللي يرأس هذه هذه المجموعة مجموعة فاغنر هذه إذن تواجد روسي تواجد تركي في ليبيا فرض عليهم نتيجة لحسابات متعددة في العلاقات الروسية التركية ودون أن ندخل في تعقيداتها فرض على الأتراك والروس خاصة بعد قضية الغاز الآن غاز الروسي اللي يمر عبر تركيا حتى يبتعد عن أوكرانيا في اتجاه أوروبا فرض عليهم على الأتراك والروس أن يجدوا اتفاق أو توافق في ليبيا للأسف الجزائر بعيدة على التأثير كان المفروض أن لا الإمارات ولا تركيا ولا روسيا ولا فرنسا ولا الأردن ولا السعودية ربما المصريين يكونوا متواجدين لأنه عندهم حدود مشتركة مع ليبيا مثل الجزائر نقدروا نتفاهموا ذلك يعني نتفاهموه مش نقبلوه نعرفوا منين جاء لكن أن تأتي كل دول العالم الآن في ليبيا وهي التي في النهاية هم اللي قروا ما يحدث ويصبح أردوغان وبوتين هم اللي قروا متى يتوقف قتال ليبيين هذا هو العار على الجزائر لكن مش على الجزائر في حقيقة العار على العصابة اللي حكمت وتحكم في الجزائر واللي رأي تتلون وتتجدد وقف اطلاق النار إذن لا علاقة له بتبون ولا علاقة له بالجزائر بكل أسف وألم كنا نتمنع أن الجزائر هي التي تكون لها الكلمة الأعلى والموقف الأقوى على الأقل في الجواء على الأقل في ليبيا وفي مالي وفي النيجر على الأقل أين توجد طيرابات ويبقى هؤلاء يخوانا ناني ترجمة نانسي قنقر